اشتركوا في القناة زيادة مستويات الطاقة الحصول على كميات كافية من الماء يجعل الرجل يشعر بمزيد من الطاقة في جسمه لأن الجفافة يعد أحد العوامل التي تجعل الشخص خاملاً ولا يشعر بوجود طاقة في جسمه تمكنه من أداء المهمات بعد الجماع ثلاثة تنظيف الجسم تساعد الماء في التخلص من السموم والملوثات الموجودة في الجسم بشكل طبيعي عبر العمليات الحيوية في الأعضاء أربع التخلص من الإرهاق شرب الماء بعد الجماع للرجال خاصة الجماع القوي لمدة من 25 إلى 30 دقيقة يستهلك من الجسم قدراً أكبر من الطاقة لذا سيساعد الماء الرجال في التخلص من هذا الإرهاق الذي حصل للجسم خمسة التخلص من البكتيريا يجب أن لا تنسى شرب الماء بعد الجماع بهدف تخليص الجسم من أي بكتيريا تعرضك للعدوى عن طريق البول بعد الجماع نصائح بعد الجماع للرجال 1- الذهاب إلى الحمام قد تنتقل البكتيريا أثناء الجماع إلى مجرى البولي مما يزيد من فرص التعرض للعدوى لذا فإن الذهاب للحمام فوراً بعد الجماع يقلل من التعرض للعدوى 2- ارتداء ملابس ملائمة يجب الحرص على ارتداء ملابس داخلية مريحة وقطنية وغير ضيقة تسمح بمرور الهواء لأن أي بيئة ساخنة ومتعرقة تعد فرصة مثالية لنمو البكتيريا كما يمكن التخلص من الملابس الداخلية وقت النوم 3- الاستحمام يجب الاستحمام والحرص على تنظيف القضيب لتجنب التعرض لأي التهاب أو عدوى 4- تناول حبوب الشيا إن تناول حبوب بذور الشيا يزود الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية المهمة بعد الجماع اشتركوا في القناة